انطلقت فعالية مهرجان الإسماعلي الدولي للفنون الشعبية في دورته الثانية والعشرين وذلك بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية المحلية العربية والأجنبية تستعرض الفرق المشاركة بالمهرجان فنون بلادها التراثية والمعبرة عن بيئاتها المختلفة موسيقى بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية المحلية والعربية والأجنبية افتتح مهرجان الإسماعلي الدولي للفنون الشعبية في دورته الثانية والعشرين بتشاركنا دول من آسيا ومن إفريقيا دول عديدة عربية صديقة وشقيقة بشاركنا أكثر من عشر فرق على مستوى محافظات مصر بالكامل نحن اليوم نرسل رسالة تحية وسلام لكل العالم اللي عم بيشوفنا من خلال مهرجان العظيم والمحبل الفنون دائما مهرجان إسماعليا إنه فلسطين باقية وفلسطين رسالة سلام بفلكلورها وتراثها الموجود دائما نحن اليوم شاركنا وقدمنا لوحة فلسطينية باسم بعنوان دمي فلسطيني ولقينا حفاوة استقبال وتحية كبيرة من جمهور الإسماعيلية والجمهور المصري الدائما المحبل لفلسطين الفرق المشاركة بالمهرجان استعرضت فنونها التراثية والمعبرة عن بيئتها من خلال حفل الافتتاح حيث شارقت دول السودان وفلسطين بجانب مشاركة الفرق المصرية وهي ملوي الحرية والشرقية وسوهاج ومطروح وأسوان والعريش وبورسعيد المهرجان الدولي للفنون الشعبية في دوراته الثانية والعشرين الحقيقة من المهرجانات التي أثبتت جدارة في الاحتفال بفنون الشعبية خاصة مع التنوم الثاري للفرق المشاركة العروض الفنية للفرق تقام اعتبارا من اليوم الاثنين حتى التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري بعدد من المسارح داخل المحافظة لتشكل مركزا ثقافيا فنيا رائعا من جميع دول العالم في أرض مصر